مرحبا هذه تتمت الدرس الخاص بكيف تكون قويا على المستوى العاطفي والعقلي والجسدي اليوم سنندرس كيف تكون قويا على المستوى العقلي Being mentally strong Being mentally strong Mentally يعني عقليا ذهنيا Being mentally strong Remember that you are in control تذكر أنك الشخص الذي يتحكم أنك المتحكم أو مسيطر على الوضع In control يعني متحكم In control Strength implies having power And being able to affect one's own life Strength Al-quwa Implies Tuhi Taduddu ala Having power and being able to affect Having power يعني لديك القدرة والقوة والطاقة And being able Being able To affect one's own life Al-ta-a-firi Al-ta-firi 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 يعني أيًا كانت ظروفك هناك بعض الأشياء التي يمكنك التحكم فيها يعني لا تستطيع التحكم فيها يعني لا تستطيع أن تتحكم فيها في الإجليزية يكفي أن تقول لكي يفهم المعنى لستمتظر لكي تقول الجملة كاملة الأشياء التي لا تستطيع التحكم فيها لأننا نعرف من الصياء لأنك لا تستطيع التحكم فيها The key is to focus on the things you can control The key هنا تعني المهم key كلمة تعني المفتاح لكن في هذه الجملة تعني الشيء المهم the key المهم is to focus هو أن تركز focus تركز focus on the things على الأشياء you can control التي تستطيع التحكم فيها الأشياء التي تستطيع التحكم فيها you can control make a list make a list make a list of what is troubling you يعني أعد أو اكتب لائحة لس لائحة بالأشياء التي تزعجك troubling you تزعجك تنغرس عليك حياتك troubling you then make a list of what you can do to make each situation better then make a list of what you can do to make each situation better عند ذلك then make a list أعد دلائحة of what you can do بما تستطيع أن تفعله لكي تجعل الوضعية أفضل لكي تجعل الوضعية أفضل you can do ماذا تستطيع أن تفعله to make لكي تجعل each situation كل وضعية أو كل ضرف أو كل موقف better أفضل accept the items on the first list and focus your energy on the second list ركز عفوا accept تقبل الأشياء the items الموجودة في اللائحة الأولى يعني الأشياء التي تمارس عليك حياتك the first list and focus your energy وركز طاقتك focus your energy energy طاقة طاقتك on the second list على اللائحة الثانية on the second list يعني ركز طاقتك لكي تجعل تجعل نفسك أفضل اللائحة الثانية هي ما هي الأشياء التي يمكنك أن تفعلها لكي تجعل حياتك أفضل better in studies of people with high adversity quotient في دراسات في دراسات عن الأشخاص الذين لديهم القدرة على التعامل مع الشبائل adversity تعني شدة محنة مصيبة أي شيء سيء وفي دراسة هي دراسة تقوم بحساب قدرة الشخص على التعامل مع المحن in studies of people with high adversity quotient في الدراسات عن هؤلاء الأشخاص التي لديهم مستوى عادي من الأيكيو وهو الadversity quotient it's observed that resilient people not only always find some aspect of a situation that they can control but also feel responsible for taking action to fix this situation it's observed يلاحظ that resilient people أن الأشخاص الصامدين resilient people not only always find some aspect of a situation that they can control لا يجدون فقط بعض الجوانب من المواقف التي يستطيعون التحكم فيها يعني هناك موقف من سيء لكنك على الأقل تستطيعوا التحكم في أحد جوانبي هؤلاء الأشخاص الصامدين يستطيعون أن يعطروا to find some aspect جانبا من الجوانب aspect جانب of a situation جانب من الموقف aspect of a situation جانب من الموقف that they can control الذي يستطيعون التحكم فيه هم ليسوا فقط قادرين على إيجاد أو العثور على هذا الجانب لكنهم يشعرون كذلك بالمسؤولية من أجل بمسؤوليتهم لاتخاذ القرار والمبادرة بإيجاد حل للموقف كاملا to fix to fix the situation fix تعني يصلح تصلح أو تعدل الموقف to fix the situation حتى ولو كانت محنتهم سببها شخص آخر من طرف شخص آخر someone else شخص آخر تحمل تحمل الشدائد الأشخاص لدينا لديهم قدرة منخفضة في تحمل الشدائد law EQ however ignore opportunities يتجاهلون فرص المبادرة ignore opportunities to take action ignore يتجاهل opportunities for us to take action هي أن يبادر ويفعل شيئا and deflect accountability ويتجنبون المسؤولية يتهربون من المسؤولية accountability تعني accountability تعني كذلك responsibility accountability ونطقها بالإنجليزي الأمريكي عادة ما يكون هو accountability هذا الحرف لا ينطق في الإنجليزي الأمريكي نقول accountability 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 and deflect accountability and deflect accountability presuming that because they didn't create the situation they should not be the ones to fix it presuming يعني يفترضون هؤلاء الأشخاص العاجزين عند تجنب المصاعب وتحملها presuming يفترضون that because they didn't create the situation أنه لأنهم لم يسببوا ذلك الموقف they didn't create the situation لم يسببوا أو لم يخلقوا الموقف السيء they should they should be the ones to fix it أنه ليس عليهم إصلاحه أو أنهم ليسوا المسؤولين لإصلاح ذلك الموقف they should not لا يجب عليهم be the ones أن يكونوا الذين عليهم إصلاح الموقف to fix it إصلاحه إد هنا تعود على situation الطريقة الثانية لكي تكون قويا عقليا هي to choose your attitude أن تختار موقفك يعني موقفك من الحياة attitude موقف choose يختار choose your attitude اختر موقفك sometimes في بعض الأحيان we encounter situations نصادف مواقف in which we really are helpless التي نكون فيها حقا عاجزين in which فيها we really are helpless نحن حقا عاجزون to enact change لتحقيق التغيير to enact تحقيق التغيير change تغيير even though these times are trying حتى ولو كانت هذه المواقف أو الأوقات صعبة جدا trying تعني صعب جدا لا علاقة لها بالمحاولة هنا trying لا علاقة لها بمعنى to try يحاول trying هي قاس شديد صعب trying situations مواقف صعبة times يعني أوقات أوقات صعبة times are trying الوقت صعب جدا even though these times are trying حتى ولو كانت هذه المواقف صعبة you can still be in control يمكنك فلازل بإمكانك أن تكون قادرا على التحكم in control because because no matter what لأنه أي ما حدث you can always control your attitude towards life يمكنك دائما أن تتحكم في موقفك في attitude your attitude towards life نحو الحياة towards نحو الحياة you can still ما زال بإمكانك be in control أن تكون متحكما أن تتحكم في الموقف because no matter what لأنه أي ما حدث no matter what no matter what هي عبارة استرارحية في الإنجليزية idiomatic expression تعني أي ما حدث يعني مهما حدث مهما حدث no matter what you can always control يمكنك دائما أن تتحكم في موقفك your attitude موقفك يعني هل أنت سلبي هل أنت إيجابي هل أنت towards life نحو الحياة as Victor Frankl put it كما قال Victor Frankl Victor Frankl هو أحد الناجين من محرقة من المحرقة من محرقة الناجين لليهود في ألمانيا Victor Frankl put it تعني هنا قال أو صاغة كيف صاغة العبارة as Victor أو كيف عبر as I put it كيف أعبر كيف أقول as you put it كيف قلت أنت أو كيف عبرت أنت as Victor Frankl put it كما قال Victor Frankl We who lived نحن الذين عشنا in concentration in concentration camps في مراكز الاعتقال concentration camp يعني معسكرات الاعتقال التي قام بها النازيون concentration camps can remember يمكننا أن نتذكر the man الرجال who walked الذين كانوا يسيرون through the hat عبر الأكواخ أو ما بين الأكواخ comforting others يواسون الآخرون أو يواسون الآخرين comforting others giving away their last piece of bread يعطونا giving away giving away هو يعطاء ومنح والتصدق ب their last piece of bread آخر قطعة خبز لديهم their last آخر last piece of bread قطعة خبز they may have been few in number قد يكونون قلة يعني هؤلاء الرجال قد يكونون قلة they may have been قد يكونون few in number قلة في العدد few قلة in number في العدد they may have been قد تلاحظ بأن have been هنا هي present perfect يعني فعل ماضي يدل على شيء حدث في الماضي لكن لديهم ما زال لديه تأثير في المستقبل but they offer sufficient proof لكنهم يعتبرون دليلا كافيا that everything can be taken from a man أنه يمكنك أن تسلب أي شيء للشخص للإنسان يمكنك أن تسلب أي شخص للإنسان but one thing إلا شيء واحد the last of the human freedoms آخر الحريات الإنسانية to choose one's attitude أن يختار الإنسان أو اختيار الموقف in any given set of circumstances في أي مجموعة من الظروف المعينة to choose one's one way وأن يختار طريقته هذه العبارة هذه الجملة تقول بأن الإنسان يمكنك أن تسلب منها أي شيء إلا حريته في اختيار موقفه وطريقته في التصرف في الحياة يعني يمكنك أن تسلب ها أي شيء لكن لا يمكنك أن تسلب تفاؤله تجاه الحياة أو إن كان سلبيا لا يمكنك أن تسلب سلبيته هذه لا يمكنك أن تغيره لأنك حر في اختيار موقفك قد أسرق مالك بيتك قد أخذ منك لباس قد أسجنك لكن لا يمكنني أن أغير طريقة تفكيرك تفاؤلك نحو الحياة و they may have been few in number the last كما قلنا but they suffer they offer but they offer sufficient proof that everything can be taken يعني but they offer هؤلاء الأشخاص الذين كانوا قليلين في العدد they offer يعطونك دليلا they offer sufficient proof proof هو دليل sufficient كافي sufficient proof دليل كافي they offer يعطونك دليلا كافيا they offer sufficient proof يعطونك دليلا كافيا that everything can be taken أنه يمكن أخذ كل شيء everything كل شيء can be taken يمكن أن يؤخذ be taken تعني يؤخذ from a man من الإنسان من هنا لا تعني فقط رجل بل تعني الإنسان الرجل والمرأة في هذه العبارة يمكنك أن تأخذ أي شيء أو أن تسلب أي شيء للإنسان from a man but one thing one thing شيء واحد but هنا تعني سوى but one thing سوى شيء واحد the last of the human freedoms آخر الحريات الإنسانية freedoms حريات human إنسان the human freedoms حريات إنسانية to choose one's attitude اختيار الموقف اختيار الشخص لموقفه in any given set of circumstances في أي مجموعة من الظروف المعينة given هنا تعني معين يعني غير محدد معين set مجموعة circumstances ظروف set of circumstances مجموعة من الظروف to choose one's own way أو اختيار طريقتك أو اختيار الشخص لطريقته طريقته في التصرف في الحياة الآخرة أو هنا مجرد تأكيد تؤكد يعني one's own هذا s تدل كذلك على الملكية one's way يعني طريقة الشخص one's own way طريقة الشخص كذلك طريقة الشخص لكن own تؤكد على ملكية يعني my house منزلي my own house منزلي لكن جملة الثانية my own house فيها تأكيد على أن هذا منزلي ليس منزل أي شخص آخر regardless of what is happening بغض النظر عما يحدث be positive كن إيجابيا regardless بغض النظر regardless irrespective not withstanding nevertheless nonetheless كل هذه تعني regardless if somebody is making your life miserable إذا كان شخص ما يجعل حياتك تعيسة miserable تعيس تعيسة if somebody is making your life miserable إذا كان شخص ما يجعل حياتك تعيسة don't let them crush your spirit لا تدعه يحطم معنوياتك your spirit روحك معنوياتك don't let them لا تتركه أو لا تتركهم crush crush يحطم your spirit continue to be proud استمر في أن تكون فخورا continue to be proud have hope وأن يكون لديك أمل and remember وتذكر remember that attitude is something that no one can take away from you أن موقفك لا أحد يمكن أن يأخذه منك أو يسلب منك that attitude is something أن الموقف هو شيء that no one can take away الذي لا أحد no one can take يمكن أن يسلب منك can take away from you no one can make you feel inferior without your consent لا أحد يمكن أن يجعلك تحس بأنك أقل أهمية بدون موافقتك no one can make you feel inferior لا أحد يمكن أن يجعلك تحس بأنك أقل أهمية أو منحط inferior أقل أهمية منحط دقيمة قليلة لا آخر without your consent بدون موافقتك consent موافقة to consent يوافق try not to let a crisis or hardship in one area of your life spill over into other areas of your life لا تدعى أزمة أو مصيبة أو محنة في جانب من جوانب حياتك تمثد إلى جوانب أخرى من حياتك try not to let a crisis how will ألا تترك محنة أو أزمة crisis أزمة hardship محنة in one area في جانب of your life من حياتك of your life spill over يمتد أو يفيض إلى into other areas إلى جوانب أخرى من حياتك if you're facing great difficulty with work إذا كنت تواجه صعوبة كبيرة في العمل with work for instance على سبيل المثال for instance ثاني على سبيل المثال don't behave irritably لا تتصرف irritably بنفعال towards your towards your significant other تجاه شريك حياتك significant other تعني شريك الحياة الزوجة أو الزوج when they have done nothing when they've done عندما لم يفعلوا nothing لا شيء but try to help إلا أن يساعدك يعني عندما يحاولوا شريك حياتك أن يساعدك لا تحاول أن تتصرف بنفعال تجاه when they have done nothing but try to help eliminate the side effects of your hardship أزل تخلص من eliminate the side effects الأثار السلبية side effects of your hardship لمحنتك by controlling your own attitude من خلال التحكم في موقفك resilient people الناس الصامدون المرينون resilient do not turn every setback لا يحاولون كل نكسة into a catastrophe إلى كارثة resilient people do not turn every setback into a catastrophe setback هي نكسة أزمة catastrophe catastrophe كارثة nor do they let negative events follow a domino effect through their lives ولا يتركون الأحذات السلبية negative events follow a domino effect through their lives تؤثر على حياتهم كلها domino effect هنا عبارة استلاحية تعني تأثير الدومينو يعني لعبة الدومينو عندما تدفع قطعة صغيرة واحدة تقوم بإسقاط القطع الأخرى كلها يعني تأثير صغير حدث صغير يؤدي إلى تغيرات كبيرة في المستقبل يعني لا تدع هذه الأحداث السلبية negative events يكون لها تأثير الدومينو في حياتك يعني تحدد تحدد تغيرات أو أزمات أخرى أكبر منها في حياتك اكتشف أو أعد اكتشاف شغفك بالحياة حماسك بالحياة زست حماس شغف emotionally strong people emotionally يعني عاطفيا strong people أشخاص أقوية الأشخاص الأقوية عاطفيا view each day view each and every day ينظرون إلى كل يوم على أنه هذية gift as a gift as a gift strong people view each and every day as a gift الأشخاص الأقوية على المستوى العاطفي ينظرون ويعتبرون كل يوم كهدية as a gift كما تلاحظ هنا هذه العبارة each and every تعني كل هي كلمتين لكن تعني كل each and every day كل يوم يقومون بترتيب أيامهم structure ترتيب يحاولون ترتيب ترتيب هذه الأيام so that the gift لكي تكون الهدية مستفاذا منها بشكل كامل يعني لكي يستفيد من أيامهم بشكل كامل لا يضيعون أوقتهم فيما لا يفيد أو في التفكير السلبي they try to structure يحاولون هيكل وترتيب أوقتهم so that the gift لكي so that لا لكي so that لكي the gift الهدية is taken advantage of is taken advantage of هذه العبارة تاني مستفاذ منها يعني الهدية the gift is taken advantage of الهدية the gift is taken advantage of مستفاذ منها عبارة استلاحية is taken يعني تأخذ advantage مصلحة منفعة من of من الهدية the gift is taken advantage of folly بشكل كامل folly remember تذكر when you were a child عندما كنت طفلا and could get excited by the simplest wonders of life وكان بإمكانك أن تكون فارحا ومثارا excited فارح جدا by the simplest بأبسط الأمور في الحياة أبسط عجائب الحياة wonders of life عجائب الحياة يعني إنما كنا أطفال كان أبسط شيء يفرح درهم قليل من المال شيء صغير لعبة صغيرة بسيطة تفرح لعب بأوراق الأشجار في الخريف أوراق الأشجار لعب بأوراق الأشجار in the fall fall هو الخريف in the fall في فصل الخريف البريطانيون يقولون كذلك in the autumn in the autumn drawing a make-believe animal أو رسم حيوان يعني الأطفال عندما يرسمون حيوان يكون فريحين سعادة كاملة drawing رسم a make-believe make-believe هنا يعني يعني يشبه ليس حيوان حقيقي make-believe حيوان مزور ليس حقيقي make-believe eating a s'more eating a s'more أو أكل s'more s'more هو نوع من الحلوة eating a s'more أكل حلوة find that inner child هنا يقول find how will أنت أن تجد ذلك الطفل الداخلي inner الداخلي لأنه رغم أننا كبرنا الآن ما زال داخلنا ذلك الطفل السعيد الذي ينبسط بأبسط الأشياء ويفرح بلعبة صغيرة بسيطة حاول أن تجد داخل الطفل داخلك that inner child طفل داخلي be that inner child كن ذلك الطفل الداخلي يعني الذي يجد داخلك your ability to be emotionally mentally and emotionally strong depends on it قدرتك على أن تكون قويا ذهنيا وعاطفيا معتمدة على هذا الأمر depends on it معتمدة عليه يعني على قدرتك في العطور على ذلك الطفل داخلك your ability قدرتك to be أن تكون mentally ذهنيا and emotionally وشعوريا عظفيا strong قوي depends on it تعتمد عليه عبارها جميلة find that inner child be that inner child your ability to be mentally and emotionally strong depends on it